تتولى الجمعية البحرانية لمتلازمة داون والتي تعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الاهتمام بكافة احتياجات هذه الفئة لتكون قادرة على الاندماج في المجتمع هذا وقد أسست الجمعية مركز العناية بمتلازمة داون ليتولى تقديم يد العون للأفراد من هذه الفئة وأسرهم بأسلوب تربوي وتعليمي متخصص برنامج متكامل يستقبل الأطفال من مرحلة الولادة وحتى الصبا يتولى تدريبهم وتهيئتهم ليكونوا قادرين على التكيف مع الحياة ومتطلباتها فهذا البرنامج يعنى بفئة متلازمة داون يقوم عليه جمع من المتخصصين في التعامل مع هذه الفئة نحن عندنا من سنة الولادة يتم التعامل معهم إلى ثلاث سنوات يتم تهيئتهم إلى ما قبل الذهاب للمدرسة بعدين يندمجون عندنا مئة وتقريبا مئة وستين طالب مدمج في مدارس البحرين من خلال التدريب اللي نعطيهم هنا في المركز لتهيئتهم إلى مدارس الحكومية خلال بعض الجلسات المهمة مثل عندنا جلسات في التربية الخاصة جلسات في النطق مهم جدا والتخاطب هذه اللي يركزون عليهني أنه يكون مهيئ لما يروح في المدارس الحكومية يكون ملم بجميع هذه الأمور العاجية اللي يأخذها هنا في المركز لما يوصلون إلى سن معين لسن 16 سنة تقريبا هم تقريبا شبه مؤهلين أن يصيرون مدربين في فصول المركز هنا فنحق بعض الأولاد المتميزين بعد ما يتم تدريبهم تدريب جيد في النطق وفي المهارات الحياتية وفي تنمية القدرات فيتمون هم يصيرون مساعد للأخصائي في عندنا بعضهم موجودين هنا في الفصول في المركز برنامج التأهيل التربوي الذي يقدمه المركز لفئة متلازمة دون يتولى تنمية وتطوير قدراتهم حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويكونوا قادرين على التعامل مع أقرانهم وسط عوائلهم وفي المؤسسات التعليمية وصولا إلى الحياة العملية خصوصا وإن تلك البرامج تهدف بشكل مباشر إلى أدماجهم في المجتمع بشكل كلي يعني السلوك مالها التعليم كيفية التعامل مثلا مع الحمام كيفية التعامل مع الناس حاليا هي قبل المدرسة يحاولون أهلونها لقبل المدرسة يعني يكون مهيئة لدخول المدرسة استفادت واجد في الجمعية وبداية النطق علموهم في النطق بعد في البداية بعد شوي شوي الحمد لله يعني الجمعية يعني ساعدتها واجد في حركاتها في الأشياء تتعلم على الأشياء الصور الأصوات ولا الحين هي ما زالت يعني نجيبها الجمعية هنا تترب إياهم إصرار وتحدي تقابله عزيمة وإرادة من قبل أولياء الأمور وأطفالهم من فئة متلازمة دون لمواجهة كافة الصعاب التي تواجههم فيساعدهم المركز للعبور إلى بر الأمان خصوصا وإن هذا المركز يقدم خدماته بدعم من الحكومة الموقرة متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبمشاركة القطاع الخاص للنهوض بهذه الفئة ومساعدتها على نيل حياة سعيدة ومتكاملة مركز متكامل يعني بفئة المتلازمة دون من عمر الولادة وحتى الحياة العملية ليمنحهم الفرصة ليعيشوا حياة طبيعية وجميلة يتقسموها مع أقرانهم الأسوياء خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين